موسيقى موسيقى هنا يتواجد بهذه الانطلاقات والتحديات يأتي السيف السيف بن ناصر بن عوضي المنهالي من ينطلق بتحدياته وإثاراته هنا بهذه الانطلاق الجميلة والتحدي هنا موسيقى هناك من الجانب الآخر يأتي بهذه الانطلاقات والتحديات على المركز السادس المركز السادس من داوي ياسر بن سالم بن محمد الخاطري ويأتينا هنا أيضا بانطلاقته شعار بن عوضان بهذه الاداء مهوب لمحمد بن السيل بن عوضان العامري ووصل هنا شاهد الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ بهذه التحديات الجميلة والإثارة بينما المركز التاسع المركز التاسع هنا متسلط من وصل بهذه الانطلاق لسيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي وعلى المركز العاشر والقدوم هناك من معلن لسلطان بن علي بالخصم لاكتبه مع معلن على المركز العاشر هذه هي النتيجة الأسماء المنطلقة بتحدياتها وإثاراتها الجميلة مشاهدين ومتابعين الكرام هذه هي الأسماء المنطلقة بتحدي المميز الجميل نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى مروح أمروح عبدالله بن عبيد بن عبدالله بن ميح هناك المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط وينك في المركز الثاني وينك المنطلق على ثاني المراكز هنا راشد بن سلطان بن مرخان نكتبي منطلقا على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث يات القرم الراعي بن سعيد بن راعي العفاري بينما لهب من يتواجد على المركز الرابع لهب لسعيد بن محمد بالذويب العامري وعلى المركز الخامس ياتي شاهين الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ والمركز السادس معلن يتواجد هنا بانطلاقاته سلطان بن علي بن خصم لاكتبي من ينطلق بالتحديات هو بالإثارة وصل الذين بهذا الأداء الجميل لسيف بن ناصر بالعوضل من هالي منطلقا بتحدياته هو إثاراته ومن الجانب الآخر متسلط متسلط هنا يتسلل من مركز إلى مركزك متسلط بأدائه الجميل هنا لسيف بن سعيد بن حمد بن دري الفلاحي ويأتينا على المركز التاسع المركز التاسع يتواجد هنا أيضا مهوب لمحمد بن سيل بن عوضان العامري وعاشر مراكزنا المركز العاشر هنا القادم في هذه اللحظات الفارس لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وشعار بن ميع من ينطلق على الصدارة مع مروح على الصدارة وعلى المركز الأول أمروح هنا منطلقا ومروح بالصدارة عبدالله بن عبدالله بن ميع السبوسي من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بينما المركز الثاني المركز الثاني يأتينا هنا القرم الراعي بن سعيد بن راعي لعفاري ومعلن معلن لسلطان بن علي بالخصم لإكتبه من الجانب الآخر يأتينا على المركز الثالث بينما وينق في المركز الرابع وينق ينطلق راشد بن سلطان بن مرخان لإكتبه على المركز الرابع ولهب في المركز الخامس لسعيد بن محمد بالذويب العامري وشاهين سادسا للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ وينطلق على سادس المراكز والمركز السابع وصل متسلط هنا بهذا الانطلاق السيف بن سعيد بن حمد بن دريا الفلاحي وهناك مهو بن محمد بن سيل بن عوضان العامري هو المركز التاسع المركز التاسع ذيب لسيب بن ناصر بن محمد بن عوضي المنهالي من ينطلق هنا مع ذيب هذه الانطلاقات لسيب بن ناصر بالعوضي المنهالي منطلقا هنا تاسع والمركز العاشر المركز العاشر والأسماء القادمة بهذه الانطلاقات يأتي هنا بهذا الأداء الجميل وصل شاهين لمحمد بن اغدير بن عبيد الاكتبيط على المركز العاشرة هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى لنا عود مشاهدينا ومتابعينا الكرام الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط هذه الانطلاقات والتحديات المتميزة هنا نعود الى الصدارة نعود الى المقدمة الى صدارة هذا الشوط هنا والتحدي المميز الجميل لا زال على صدارة مروحة لا زال مروحة على صدارة ولكن على القرم 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 من يتسلل الى الصدارة الى المقدمة والى المركز الاول القرم من ينطلق على الصدارة والمقدمة بهذه الاداة للراعي بن سعيد بن راعي العفاري هنا ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الاول المركز الثاني مروح لعبدالله بن عبيد بن ميع ينطلق على المركز الثاني والمركز الثالث معلن سلطان بن علي بن خصم نكتبي وصل لها في هذه اللحظات وصل لها بانطلاقاته لسعيد بن محمد بن ذويب العام لمن يأتينا على المركز الرابع وفي المركز الخامس شاهد الدكتور سعيد بن علي الشيخ ولكن الصدارة القرم من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط والمقدمة القرم القرم من يسيطر على زمام الامور وعلى الصدارة الراعي بن سعيد بن راعي العفاري من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة يسيطر فعالة على زمام الأمور هذا هو القرم على صدارة على المركز الأول اللهم هوب القادم أم هوب القود بكل قوة أم هوب وم هوب وم هوب لمحمد بن سهيل بن عيضان العامري ولكن القرم القرم على صدارة القرم على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور القرم للراعي هنا بن سعيد بن راعي لعفاري من ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل والسلام لهذه مدينة العين المركزي ثاني مهوب حمد بن سيل بن عوضان العامري بينما المركز الثالث أتانا معلن هنا لسلطان بن علي بن خصم الاقتبي المركز الرابع وصل مشاهدين الكرام شاهين سعيد بن راهي بالسعيد الرايحي وفي المركز الخامس شاهين للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ هذه النتائج للمراكز الخمسة الأولى نعود مشاهدين الكرام إلى التوقيت الزمني ولحبة وصول هنا مشاهدين الكرام هذه الانطلاقات ووصلة بتسع دقائق ستة واربعين ثانية ستة من الأجزاء من الثانية القرم من أتانا للراعي بن سعيد بن راعي لعفاري عانينا لو الناموس على هذا الفوز المميز بينما المركز الثاني المركز الثاني أتانا مهوب المحمد بن سيل بن عوضان العامري بسع دقائق تسعة واربعين ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني أينما المركز الثالث ثانت التحديات والإثارة المتميزة مشاهدين ومتابعين الكرام هنا في هذه الانطلاقات وصل معلن بسع دقائق ثلاث وخمسين ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية تهانينا لسلطان بن علي بالخصم تهانينا للجميع والناموس تهانينا للمشاهدة